السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلم الاستمرارية هي سر من أسرار الوجود وأسرار الوجود كثيرة وكما يقول المثل الشعبي الفطري من جدة وجد يقول أيضا الدوام ينقبر خام والاستمرارية لا يمكن أن تكون إلا بالإيمان خاصة أتكلم هنا عند الإنسان مهما كان نوع الإيمان لا يهم ما هو هذا الإيمان المهم أن نكون مؤمنين بلي نعمل فيه عندما ينتهي الإيمان ينتهي العطاء وينتهي الاستمرار ولكن هذا الإيمان يجب أن يكون متغير ولا يكون قار لأن الإيمان القار هو إيمان مدمر ولأن التغيير هو الثابت الوحيد وهذه أيضا قاعدة من القواعد الأساسية في الوجود وأنتم تعلمون أن كل شيء في الكون متغير بهذه المقدمة الصغيرة نواصل الحديث في هذه الفيديو عن الوسط الذي ليس كمثله شيء لا في الوجود ولا في اللا وجود في الحقيقة قد يمكن أن نبقى نحكي في الوسط أو الأصفار أو السفر الكل إلى لا نهاية كما تعلمون لأنه يحتوي على اللا وجود والوجود في نفس الوقت لهذا هو يعتبر مميز وفريد من نوعه ولكن في هذه الفيديو سوف نختصر عن الحديث على بعض النقط الأساسية التي سوف تسمح لنا لفهم هذه المرحلة الحساسة والمهمة التي اختلفت فيها المعتقدات والأديان وبنت عليها نظريات هي التي أوجدت كل المعتقدات والأديان في العالم والغريب في الأمر أني لم أجد ولا دين ولا معتقد يذكر ما ذكرت الغنوصية بطريقة مجردة كل الأديان والمعتقدات أعطت تأويلا وتشبيها وتفسيرا لما هو السفر المطلق أو الأصفار الوسطى الذي هم يعتبرون منبع ولب الوجود واللاوجود نبدأ بالنقطة الأولى النقطة الأولى تقول لو تأخذ أي نقطة في الأوجود أو اللاوجود سوف تجد فيها كل شيء هذه حقيقة نوعا ما غريبة أي يمكن أن نتكلم عن أي شيء أو لا شيء مهما كان ونبقى نتكلم للأزل لأن كل شيء أو لا شيء يساوي الأزل أضرب لكم مثالين على هذه الحقيقة نوعا ما لو فرضنا أن عندنا فيلم بألف ساعة وهذا الفيلم بألف ساعة يحتوي على قصة واحدة ولكن متكررة بألف لغة ويتم عرض هذا الفيلم قدام أشخاص كل واحد يتكلم لغة ولا يتكلم أكثر من لغة إذن يكفي ساعة واحدة بش تفهم الألف ساعة يكفي أنك تعرف لغة واحدة بش تفهم كل الفيلم المتكرر متع ألف ساعة إذن هوني الأشخاص اللي بش يشاهدوا الفيلم بش يكون التفاوت من بناتهم في فهم الفيلم متع ألف ساعة هو على حسب إتقانهم للغة واحدة أي إنسان يتقن مليح اللغة العربية سوف يفهم نفس الشيء مع إنسان آخر يتقن بنفس الدرجة لغة أخرى سواء فرنسية أو إنجليزية أو فارسية أو عبرية أو غيرها ولأن من المستحيل أن يكونوا زوج أشخاص متساوين في معرفة لغة مهما كان إذن هوني مستحيل أن هالأشخاص اللي بش يشوفوا هذا الفيلم بش يفهموه كيف كيف بش يكون هناك اختلاف من بناتهم سواء في اللغة وخاصية كل لغة لإيصال المعلومة للحس الإنساني وعلى حسب معرفة كل واحد منهم شوفوا من هذا المثال فقط نفهموه حاجة مهمة جدا إنه مفهم ماش تشابه هذا من جهة ومن جهة أخرى يكفي ساعة واحدة بش تفهم فيلم بألف ساعة شوف قداش تختصر الوقت وأضرب هذا المثال على كل شيء موجود اللي هو يختزل الأزل كله لهذا نجد الغنوصية أو الفكرة الفتري يركز على الخصوصية والميزة والتنوع لأنه يعتبر أحد حقائق هذا الوجود أما المثال الثاني الذي سوف أضربه هو تصور عندك ألف باب كل باب يعطي على ممر في اتجاه معين وبطريقة معينة لو نظرنا إلى هذه الأبواب كلها نلقاها كل واحدة عندها لون عندها شكل عندها ميزة عندما نحلوا باب من البيبان وندخلوا في الممر نلقاوا كل ممر يختلف عن الآخر ولكن في الأخير لو تدخل أي باب ووصلت إلى آخر الممر سوف تصل إلى نفس القاعة يعني الألف ممر والألف باب على قدر اختلافهم هما في الحقيقة يوصلوك إلى نفس القاعة إذن الوحيد اللي بشيفهم كل شيء هو من يصل إلى آخر الممر متع أي باب دخل ومن هنا نرجعون أكدوا أن الغنوصية أو الفكر الفطري يركز على المواصلة والاستمرار والتخصص والدقة في البحر مهما كان لأن في الأخير سوف تصل إلى نفس القاعة وعندما تصل إلى هذه القاعة سوف تعرف كل الأبواب الأخرى وكل الممرات الأخرى شنية هي بالضبط وهنا عندما نقول تعرف نقصد بها أنك تحس نفس الإحساس حيث من وصل إلى هذه القاعة ويلقى واحد آخر في القاعة هذه جاي من باب آخر مهما كان غير يغزر له يفهمه ويحس نفس اللي يحسه الأخر رغم اللي كل واحد عنده الباب متاعه وكل واحد عنده الممر متاعه وهذه الحقيقة الفطرية نجدها في المثل الشعبي الذي يقول كل الطرق تؤدي إلى روما ولكن هنا نطرح النقطة الثانية مدام كل شيء كيف كيف أو كل شيء متساود شنو اللي يجعل هناك فرق بين شيء وآخر وهذه النقطة الثانية التي يجب معرفتها الفرق بين شيء وآخر هو الظاهر كل شيء يحتوي على الأزل الآخر وموجود فيه ولكن الظاهر فيه هي ميزة وحدة تخليه يختلف على الآخر إذن كل شيء عنده ميزة خاصة به وحدة يمكن أن تتقارب الميزات مع بعضها ولكن دائما يكون هناك شيء ولو 0.1% يجعل الشيء هو هو وليس غيره هذه الميزة الخاصة لكل شيء الظاهرية هي لتخلي الأشياء مختلفة فقط وهي لتخلي كل شيء فريد من نوعه كما قلنا ليس هناك تكرار أبدا لا في الوجود ولا في اللوجود لا في الزمان ولا في المكان حاشتين متكرين نحيها من بالك ما فهماش إذن السؤال هنا عليش ما نحكيش على حاجة وحدة مثلا هنا ناخذ رقم واحد ونحكي عليه ونفصل كل شيء الجواب أولا هذا شيء سوف يكون جدا ممدا من جهة ومن جهة أخرى سوف لا تفهم جيدا وبدقة لأن كما قلنا كل عدد أو كل شيء أو لا شيء له ميزة خاصة الذي تجعله يفسر بدقة ما حصل أما من بعد ما تفهم شنو حصل أعلم أن نفس الشيء حصل في كل الأشياء أو اللا أشياء أو الأعداد إذن أحنا وقتها نحكي على حاجة وقعت في ظاهر في أحد الأعداد أو شيء أو لا شيء أعلم أنها وقعت في كل الأشياء الأخرى ولكن بطريقة أقل في الظهور على حسب العمر إذن وقتنا نتكلم على حاجة معينة في عدد أو في شيء أو لا شيء أعلم أن هذاك العدد أو الشيء أو اللا شيء هذه الحالة واضحة فيه وبيّنة فيه يمكن نشوفها خير ونفهمها خير هذاك علاش نحكيه في الأعداد الكل تقريبا وفي ما يسمى الأشياء ولا أشياء طبعا مش الكل ما نجموش نحكيه في الكل لأن هذا ليا وإنما على الأقل في الوحدات الأساسية اللي هناك فيه أمور جداً واضحة وعلى قدر ما تحس على قدر ما تفهم وعلى قدر ما تفهم على قد ما يقوى الإحساس وعلى قد ما تعرف على قد ما تكون الصورة أكثر واضحة هذاك علاش في قولة تعتبر غنوصية منسوبة لعلي تقول خيركم من جمع عقول الناس في عقله أما النقطة الثالثة المهمة هي عدم تقديس الأفكار مهما كانت أو حتى ما نطلق عليه حقائق لا يمكن تقديس شيء مهما كان لأن التقديس يعطل التفكير ويعطل التطور واللي حبيت أن نقول من هذا الكلام هو أن أي فكرة مهما كانت أو حس مهما كان لا تأخذه على أساس أن حقيقة مطلقة وتبني عليها الوجود متاعك حاول بش تتعلمها وتحسها وتنساها وتنتقل إلى غيرها لأن هذه الفكرة اللي حسيتها وللي عرفتها موجودة في فكرة أخرى طريقة أخرى نضرب مثل على هذا واختنقول أنا مثلا الواحد أدى إلى ظهور اثنين لأن واحد زايد واحد يساوي اثنين انسى وانتقل إلى اثنين الذي سوف نقول أدى إلى ظهور الأربعة اللي هما اثنين زايد اثنين إذن أنت كانت تركز على فكرة أنه الواحد أدى إلى ظهور اثنين وقفت غديك ما كش بش تفهم من بعد انسى هذا كالشيء وتعدى للمرحلة اللي بعدها كل حاجة تفهمها في مكانك إذن الأفكار في الحقيقة من داخلة مع بعضها مكملة لبعضها إذن ما تحاول اشتخذ فكرة وتقول هذه هي الحقيقة المطلقة أو هذه هي الفكرة اللي بشتمل عليها حياتي لا النسيان هي أهم نقطة طبع انت وقت تمشي تقرأ مثلا حاول دقان القلب تصور انت حياتك كاملة تبقى تفكر كفش القلب يضع بش تمرض وتتعب نفسيا ما كنت تعلمت المعلومة لازم تتعود عليها وتنساها حتى ان هناك مثل يقول إن أردت أن تصبح شاعر فتعلم ألف بي وانساها لأن الحاجة اللي ما تفرغش ما تنجمش تعاود تعبيها إذا اللي لازمك دي ما تفرغ وتنسى النسيان هي أجمل حاجة في هذا الوجود وهذا الموضوع طبعو نحكي عليه كيفاش النسيان هو اللي يجعل الطبقات ويجعلك معبي من الداخل الكاس اللي يبقى حياته كاملة معبي يولي راكد يفسد مهما كان اللي فيه بينما الكاس اللي يجدد ديما ويفرغ ويعاود يتعبى ويفرغ ويعاود يتعبى يكون أكثر أهمية أنا نتكلم في هذا الوجود إفراغ الشيء أو تنظيف الشيء هو انظافة ولا مثلا تبديل الدار ولا مثلا كل هذه الأمور تحس بالراحة تكون عندك مثلا دار بعبية بالجربج وتفرغها حتى بيجدد هنا تحس بالراحة هذا الفراغ هو اللي يخلق الإبداع ويخلق انك تولي عندك وزن وعندك قيمة ساعات تشوف واحد تحسه معبي من الداخل علاش على خاطر يفرغ ما يخليش حاجة شد فيها ما يسيد هذه مسألة جدا مهمة لو أرد انها إحساسك يقوى لازم اللي قلت الكل أنا مثلا في الخمسة الفيديوهات عن غنوصية انساها احنا كانوا يعلمون هذا الشيء وتكون نتعلم عن المعلم كان يمنعني اني نفكر او نتكلم الا في الموضوع اللي يتكلم فيه وقد نتكلم على البارح يقول البارح عيش اللحظة وحاول ديما تجدد وتغير وتبدل هذه نقطة ياسر مهمة مثلا واحد يجي يقول لي ما قلت هذه الحاجة في الفيديو السابقة شبيك هوني قلت حاجة أخرى طبعا ديما نقول حاجة أخرين صحيح فما حاجات تتكرر نوعا ما ولكن تتكرر من جوانب أخرى ومن جهة أخرى بيش تنجم تحيط بالفكرة من جميع الجوانب والأبعاد أزلية تنجم تشوف الحاجة من ألف بعد من أزل بعد وهذا هو قيمة الوجود وقيمة الجمال وقيمة الإبداع الإنساني هذه في الحقيقة الفكرة الثالثة أو النقطة الثالثة اللي حابيت أقولها وفي الحقيقة أنا قيت ياسر نقط تقريبا أكثر من عشرات النقطة لازمني نقولهم على خطر جدا مهمين بشي وفضحوا لك عدة أفكار حتى ولو يعني كما نقوله أحنا ما تفهم هم وشتوى توتفهمهم من بعد أنا مرة قريت عندي معلم وكان يحكيني وما فهمتش مع أنت ما فهمتش بالكل شنو قاعد يقول قلت له فسر لي قال لي روك ومش كل حاجة تفهمها قال لي فهم حاجات أنا وقلتهم لك ومش تفهمهم يمكن بعد عشر سنين بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة يمكن تموت وما تفهمهمش إذن أنت لازم تحاول تعمل المستحيل بش تفهم مش نوة نجم تفهم وتنسى وتتعدل بعده لا تتحول إلى مدمن عيش حياتك ما تحصرش روحك في أفكار مهما كان وما تبنيش حياتك كاملة على هذا الشي وإن كانت حقيقة أبهرتك فما حقيقة أخرى لا تنتهي طيد هذه الحياة لأن وجودك في هذا الوجود هي فرصة لا تعوض ولازمك تكسب أكثر شيء ممكن نحس وعلم ومعرفة هذه نقطة جداً مهمة إذن أنا معمتها الفيديو هذه عملتها على خاطر قلت لكم عندي بعض النقاط نحب أن نقولهم تو كل مرة نقول بعض النقاط المهمين في فيديو قصيرة وسوف نواصل الحديث حول أصل الوجود في الغنوصية ولأن أحنا تقريباً في آخر شهر رمضان وبعد شهر رمضان سوف لا تكون فيديوهات بهذه الطريقة يعني يوم بعد يوم أو كل يوم وإنما سوف لا أقطع هذه الفيديوهات ونخليها فيديوهات أسبوعية ولكن أختنم الفرصة أيضاً مدام أحنا اليوم على حسب العالم بين القوسين الإسلامي هي ليلة القدر حبيب نحكي على مفهوم ليلة القدر عند الغنوصية طبعاً ما يسمى بالنزول أو فتح باب العرش كما يقول المسلمين ليس له أي علاقة بالمفهوم الإسلامي المنتشر حول أن هذا اليوم هو فتح بواب السماء هذه الفكرة نلقاها في كل الأديان ليس خاصة بالإسلام وحده ولكن تأخذ أشكال أخرى مثلاً نلقاها عند المسيحية عودة المسيح أو الحياء الجديدة تلقاها مثلاً في فكرة المهدي اللي بشعاوت يرجع ويملى الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً نلقاها عند الزردشتية نلقاها عند الفيدية نلقاها عند الديانات السومارية القديمة ما يسمى بالموجودات الفضائية كل هذا نفس الفكرة أو ما يسمى بالدعاء والأمل ساعة واحد يقول لك وقتش تحلي بب السماء وتتحقق لك الحاجة بالنسبة للغنصية عندها مفهوم آخر ليس له علاقة بكل هذه المعتقدات طبعاً أنا ما نشبش نفسر هنا فكرة ما يسمى النزول لأن في الحقيقة هي النزول أو الإنقاذ لأنها جداً معقدة طبعاً ولكن نتكلم عليها عندما نتكلم على أصل الوجود ونتطرق إليها مرة أخرى ولكن هنا سوف ألخصها في بعض الكلمات بالنسبة للغنصية هذه الفكرة هي فكرة في الذاكرة الإنسانية وتعود في الحقيقة إلى بداية الوجود وما يسمى بداية ظهور ما يسمى الوعي أو العقل في المادة أي بداية نجم قوله أو ظهور أو الخلق بالمفهوم الديني وهذه بقاط في الذاكرة الإنسانية لأن هذه العملية هي التي أدت إلى ظهور الوجود وظهور الإنسان بل وظهور الوعي في الوجود وهي بقاط في الذاكرة واعتمدت عليها الغنوصية في الحديد ما يسمى تحقيق الحلم من هنا جاءت هذه الفكرة أو إظهار الوجود من العدم ولكن هوني حبيتهم كل حاجة مهمة جدا قولها الغنوصية وانا قلت سابقا أن الإسلام أصله غنوصي أو يحتوي كثير من الحقائق الغنوصية وطبعا ليس الإسلام وحدها حتى اليهودية تحتوي كثير من الحقائق الغنوصية الفرق من بناتهم أن الحقائق الغنوصية عند اليهود مخفية ومحصورة فيهم فقط بينما في الإسلام كل شيء ظهر في الكتب موجودة ولكن ما همش يفهموا فيها وما يخذين المظهر متاحها فقط ما همش عارفين العمق متاحها إلا طبعا بعض المذاهب اللي عارفة حقيقة هذه النصوص بالنسبة لي يعود الفضل إنها مزال موجودين غنوصيين عصيلين إلى هذا الوقت يعود للإسلام واليهودية فقط لا تأخذوا هذا الكلام بالحق وليس هو تفضيل أو أي شيء آخر وإنما سوف أفسر ذلك عندما أتكلم حول تاريخ المعتقد والأديان عند الإنسان في منطقة الشرق العصر وطبعا طول نوضح ونقول وجهة نظري يمكن بعض يوافق عليها والبعض الآخر يخالفها طبعا تتفهم هذا الكل خطرنا بالنسبة لي الديانات الإبراهيمية هي اثنين فقط كل الباقي هي مذاهب إسلامية أو يهودية نرجع لفكرة ليلة القدر الغنوسيين يعتبروا أن السنة هي الشهر عندنا توا نقصة الغنوسيين لقدوم قبل ما تظهر الكتابة وقبل يعني في الحضارات القديمة الكلامية كانت عندهم السنة هي الشهر وكانوا يحسبوا بالقمر وهذا اللحفور يقول لك أنه قبل الناس كانوا يعيشوا ياسر مثلا يقول لك نوح عاش 950 سنة في الحقيقة يقصدوا به نوح عاش 950 شهر أي قرابة 80 سنة وحتى ترجع للبيدية تلقى ما يسمى الآلهة متاحهم أو أشباه الآلهة أو ما يسمى بالعارفين أو آدم الأول كانت أعمارهم شبه خيالية حتى عندما تعود للسوماريين تلقاهم يتكلموا يعني على 50 ألف سنة و200 ألف سنة يعني حضارة تقول لك كانت معناتها طويلة جدا والمقصود لو تبدل كلمة سنة بشهر تطيح على حساب الصحيح وهنا الآية القرآنية عندما تقول خير من ألف شهر هي تقصد بيه خير من ألف سنة كانت أعمارهم شبه خيالية بالمفهوم أنت يعني نتوى ولأنها كانت تتبع ما يسمى منازل القمر اللي تعتبرهم أرقام جدا مهمة واللي على حسب حساباتهم الفطرية فهموا من منازل القمر أو دورة القمر هذا الحس الداخلي لأصل الوجود وانتو ما تعرفوا أن القمر يمر بمنازل من هلال البدر ومن بدر الهلال وهنا نعرف أن البدر هو من بين 14-15 وهذا سنتكلم عليه 15-15 جدا مهم اللي يمثل تقريبا الستة وأن عملية ما يسمى الحركة لظهور الوعي أو الفكر في عالم الوجود كان بعد ستة منازل من ظهور البدر أي ليلة القدر بالنسبة للسنة الغنوصية القديمة وهي شهر قمري هي يوم 21 هذا السر تلقاه عند الصوفية وكثير من المذاهب الإسلامية السرية عندهم ليلة القدر هي يوم 21 رمضان ليس 27 و21 هو يمثل الثلاثة اثنين واحد يساوي ثلاثة ما يسمى المثلث أو الشكل نلقاه عند الفراعنة ما يسمى بالأحرام طبعا أنا مانيش بش ندخل في الحسابات ومش نفسر لكم هذا مع انتها بالتفاصيل هذا تنتكلموا عليه عندما نتكلموا على الوجود ولكن هوني لأن اليوم أغلب المسلمين يحتفلوا بلاية القدر على أساس إنها 27 حابة حابة نقول لهم راهوا في الفكر السري الإسلامي العميق وخاصة الصوفي ليلة القدر هي 21 ولكن يخليوها الخاصة الخاصة ويقولوا للعامة إنها ليلة 27 ومن هنا زاد جات فكرة إن الحروف عند العبريين وعند شعوب منطقة الشرق الأوسط قديما كانت 22 لأن الواحد وعشرين هو ليمثل السفر الذي بدأ به الوجود وهذا يتون تكلم فيه طبعا وتون زيد نفسر أكثر يعني الفكر الغنوسي الأصلي والمقارنة مع المعتقدات والأديان غير هذا اللي حابة نقوله بمناسبة هذا اليوم يعني اللي يعتبر عنها مهم جدا عند أغلب المسلمين وطبعا مش يعني أن في هذا النهار فما استجاب الدعاء ونزول القرآن أو كل هذه الأمور يعني خرافات يعني كلها خرافات يعني يعرفوا أصحاب الأديان اللي هذه عندها واقع في الداخل الإنساني أذلك علش يخلقوا خرافات بشي فهموها للناس والناس تعجبهم ويشدوا فيها وميعرفوش علش هذا هو سحر المعتقد والأديان لأنها متنجمش تفسر لهم بالتفاصيل لشنو ووقعها خاصة من قبل يمكن توا أسهل بشتفسر لهم هذا أصل هذا التفكير ولكن قبل جي تخلق له معراج ونزول وليلة القدر وخرافات هذه الكل ولكن الناس هتتسمحها شوف اللي هي من داخل متاحها موجودة هذه هي الخدعة الكبيرة متاح كل المعتقدات والأديان وعلى قد ما تسمع هذه بيديوات تو تفهم أنت وحدك وحدك وتقارن وحدك وحدك بشتعرف اللي هذا هو تاريخ إنساني وإحساس إنساني المهم وصلنا إلى نهاية هذه الفيديو شكرا على المتابعة ومعا فيديو قادم وبإسلام اشتركوا في القناة